تكتسب العلاقات السياسية بين مصر والأردن أهمية خاصة نظر للدور الإقليمي المهم الذي تؤديه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وكشف اتفاق الرؤى بين البلدين حيال الأزمة الأخيرة بقطاع غزة عن أهمية دورهما في رسم خريطة طريق لإنهاء الأزمة عبر الحلول السياسية والتأكيد على ثوابت مواقفهما من رفض التهجير وضرورة وقف العدوان على القطاع العلاقات السياسية بين مصر والأردن تكتسب أهمية خاصة في ظل التقارب الكبير بين القيادة السياسية للبلدين وحرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ليس للشعبين المصري والأردني فقط ولكن لكافة الشعوب العربية العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذا به في العلاقات بين الدول من حيث التنوع في مجالات التعاون وتنسيق المواقف في القضايا العربية والإقليمية وتغطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين فضلا عن التعاون الكبير في ملف الإرهاب والتأكيد المستمر على ضرورة التعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب وتطرف وتنظيمات الإرهابية عدد كبير من الزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤول البلدين والتي تؤكد على تنسيق المواقف فيما يتعلق بالعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة القضية الفلسطينية حيث أكدت أزمة قطاع غزة التطابق المتناهي بين قيادتي البلدين في رفضهما لتهجير الشعب الفلسطيني والمطالبة بسرعة وقف العدوان على قطاع غزة كذلك إطلاق العملية السياسية واستمرار نفاذ المساعدات إلى داخل القطاع كما تتشارك مصر والأردن مع العراق في آلية التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات مثل الربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء فضلا عن التنسيق المتواصل بشأن مستجدة الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة واحدة من أهم أشكال التعاون بين البلدين حيث تلعب دورا مهما في تكثيف التنسيق المشترك نحو تنفيذ المشروعات والخطة التنموية بين البلدين